قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن خطط الرئيس الامريكي درونالد ترامب لا تمتثل لأحكام قرارات مجلس الأمن الدولي أعلن بيسكوف خلال مقابلة تلفزيونية أن ردود فعل الفلسطينيين والدول المتضامنة معهم تستدعي التفكير في جدوى الخطة وفي وقت سابق أعلنت الخارجية الروسية أن مسألة البت في خطة السلام يحسمها الفلسطينيون والإسرائيليون وحدهم